بكم مشاهدين من جديد الحقيقة فيه أغاني محفورة في ذاكرتنا جميعا ممكن ندندنها كده وحن عاديل لوحدنا منها ما يخص الفرح منها ما يخص الحب وفيه الأغاني الوطنية اللي بتحرك المشاعر الأغاني دي روحاتها مش بس فيه كلمات لكن أداء المغنيين وكمان اللحنة ممكن تسمعوا مرات ومرات زي أميا مصري بلادي أهو دا اللي صار أنا هويت خشبة مصرح البلون احتفلت بذكرى وفاة سيد درويش بعرض ممتع ومبهب الأبطال هم ميدو عادل ولقاء سويدان أبطال آخرين كمان متعوا الجمهور على مدار ساعتين ونص هنتكلم عن سيد درويش في ذكرى والعرض الخاص اللي أقيم على مصرح البلون مع ضيفي الناقد المصرحي الأستاذ موحي إبراهيم أهلا بك أستاذ موحي أهلا بك أستاذ الشامع النهاردة احنا على موعد للحديث عن شخصية مؤثرة فنيا وسياسيا ومجتمعيا سيد درويش فنان الشعب أكيد أكيد اسمح لي في الأول في مقولة مهمة لأحد الحكماء الصينيين بيقولك إني إذا أردت أن تعرف حظ أي أمة من المدنية فاستمع لموسيقاها إحنا بنشكر البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية وبنشكر فري تنغام الشباب إنها عادت لنا جزء من هذه المدنية بعد ما كان المصرح الغنائي عندنا كان يعني كاد أن يتلاشع إحنا بنحتفل بسيد درويش فنان الشعب والجملة اللي كان دايما بيطلقها على نفسه في بعض مقالاته في الجرائد خادم الموسيقى يعني هو كمان كان بيكتب كان شاعرا كان شاعرا وكتب لنفسه أغاني كتير وكان كاتبا صحفيا في الموسيقى وكان دايما يختم مقالاته بخادم الموسيقى كتب أكتر من 23 مقال بنوة كمان وتعلم النوة على كبر كان عقاري يعني تغيرت الموسيقى في مصر تغيرت تغير جزري جزري تماما من النقيد إلى النقيد أو من آلاف مئات السنين من المأمات والتوشيح إلى موسيقى تانية خالص على لسان سلام حجازي نفسه اللي اكتشف سيد درويش خرج للجمهور وقال لهم استمعوا إلى هذا الفنان الشاب وكان سنه 25 سنة وقتها سنة 1917 إنه مستقبل الموسيقى في عالم ناس شرقي هل اختلف عن سلام حجازي في شيء؟ اختلف طبعا اختلف سلام حجازي هو تلميذ عبد الحمولي ونما سيد درويش اتعلم في الشارع بداياته اتعلم في الشارع ولما سافر الشام المرة التانية قرر إنه يتعلم كل الأنماط الموسيقية اللي موجودة في هذه المنطقة لدرجة إنه اخترع اخترع مقام جديد اسمه مقام الزين جران المقام ده هو بيبدأ عند مقام الحجاز ده مقامات موسيقية عند مفتاح الدو وينتهي عند مقام العجل ده لم يكن موجود لم يكن موجودا على الإطلاق لدرجة إنه لما دخل مصر المدهش إنه لما دخله هو مصر في شارع مين غنى اغنية اسمها في شارع مين قضي الهوى على مقام الزين جران اللي هو بتاعه هو هو أطافه ده العلامة المميزة بتاعته ده دي العبقرية وصلت درجة عشق هذا المقام للمنشدين حتى الأدان الأدان لما تسمعه بمقام الزين جران تبكي من عظمة جماله زي ما قلنا قبل كده هو بيبدأ من الحجاز مقام الحجاز عند مفتاح دو وبينتهي عند العجم معام العجم يعني الشيء عبقري إنه هو حتى يضيف مقام جديد في الموسيقى ويتلقف هذا المقام كل المغنيين ويصبح هذا المقام إلى يومنا هذا إلى يومنا هذا هو المقام الذي إذا استمعت إليه تستشعر أنك في عالم آخر استخدمه بكثافة هذا المقام في غني أو عمره ما ما أسعفوش إنه يستخدمه بكثافة لأن أنا بعتبر إنه عمر فنان الشعب سيد درويش أو خدم الموسيقى هو ست سنوات من ألف من ساعة ما اكتشفه سلام حديث الاكتشاف الحقيقي ليس سليم عطالة وعمين عطالة أو كان بيزينس مع سليم عطالة وعمين عطالة في زمن الكساد العظيم لأن حصل الكساد البنوك الأجنبية في مصر لعبة لعبة مش لطيفة في عهد بعد كرومر ما تم عزله اللورد كرومر فما بقتش تشتري المنتجات من مصر والمنتجات الزراعية وعلى رأسها القطن وبتاعه فحصل نوع من الكساد العظيم وإحنا كنا في وقت احتلال وكنا في وقت احتلال وإنجلترا عاملة شغل مش لطيف خالص يعني وكان بياخد وستين فضة من المعمار ستين فضة يعني قرش ساغه ونص قرش ساغه ونص فمش لاقيه مراته وحامل فلما قبله سليم عطال في قهوة شادر البطيخ جنب المرسي أبو العباس وسمع صوته وقال له تيجي معنا ويبقى ليك فلوسه بتاعدي أول مرة فراح ببغية البيزنس لكن اللي اكتشفه اكتشاف حقيقي حقيقي في التاريخ الشيخ سلامة حجازي هو قدمه من خلال إيه وصد موحي من خلال مصرحه الشخصي مصرح سلامة حجازي الشخصي في القاهرة لكن الناس كانت متعودة على الغنى التقيل بتاع عبدالله وموشحاته وموشحاته فرفضوا سيد درويش فخرج هو على الجمهور وقال لهم لابد أن تستمعوا لهذا الشاب هذا الشاب هو مستقبل الموسيقى في الشرق هل أول مغنى كان من ألحان كان من ألحانه لا كان من ألحانه من ألحانه من ألحانه ولذلك الجمهور كان بالنسبة له ده شيء جديد وإيه اللي جاي بيغني لنا ده فاكتأب سيد درويش رجع اسكندرية لما رجع اسكندرية جيري وراه سلام أحجازي تاني قاعد يدور عليه في كل اسكندرية وكان سيد درويش ممكن تعتبره مأخوذ يعني ما كنتش بتلاقيه كتير يعني أنت ما تلاقيهوش إلا لما يكون هو عايزك تلاقيه مش العكس فعارف أنه موجود في فرح في أبيس فرح له أبيس جنب اسكندرية ورجع معه بالحنطور قال له أنت هترجع تاني مصر إيه هو هتستسلم جورج أبيا ده أنا كلمته هتعمل معاه أوبريات رواية انطلاقة انطلاقة هل المصرحية رصدت هذه الفترة من حياته سيد درويش المصرحية بدأت من عند سليم عطالله من البداية وآمين عطالله بدأت من عند الصفر للشام لكنها لم تتحدث عن الكساد الكبير اللي أكبر سيد درويش أن يسافر سيد درويش لو كان ما فيش كساد كبير في ذلك الوقت يمكن لم يكن تكر أن يسافر من أساسه لكن كان عنده زوجة حامل وضيق ذات اليد ومصر كلها في حالة ضيق من الكساد فسافر طيب أنا عايز أعرف حياته الشخصية إلى أي مدى أثرت على ملامحه الفنية الشيخ سيد درويش حياته الشخصية حاجة عاملة زي قضبين الأطر معنى أنها كانت متوازية يعني من الصعب الحظ ما فيش التقاء لم تؤثر يعني النهار ده علشان نتكلم عن الحياة الشخصية للشيخ سيد درويش حيحصل فيها نوع من التضارب يعني فيه كتاب الدكتور محمود أحمد الحفني اللي كتب سيد سيد درويش يقول لك أنا لما تعبت جدا من كتغ الشعاعات اللي عمال بتصدر على سيد درويش فقولت أنزل بنفسي الدكتور محمود أحمد الحفني كان ابن سيد درويش تلميزه في المعاهم فبقول نزلت لقيت الناس بتتكلم كلام كله متضارب لأنه ما كانوش بيشوفوه سيد درويش ما كانش موجود أساسا يعني كان مأخوذ بالموسيقى يختفي ويطلع بأوبريت يختفي ويطلع بأغنية يختفي ويعرف أنه فيه مثلا حدث سياسي أو حدث اجتماعي أو حدث فتبصت لقيه طالع بالأغنية ملحنها وأحيانا كاتبها فمحدش يعرف حياته الشخصية غير الحياة الشخصية اللي ارتبطت بمجموعة من الفنانات زي مثلا حياة صبري على سبيل المثال دي اللي احنا هو تزوجها الدكتور علي الراعي وهو أستاذ الجيل الجيل الدكتور علي الراعي دي قامة كبيرة في مصر له كتاب اسمه مصرح الشعب كان فيه سيرة ذاتية لممثل ارتجالي اسمه محمد إدريس محمد إدريس هو بيكلم عن عن حياته الشخصية ذكر في براجراف في فقرة يعني حطاها دكتور علي الراعي ودكتور علي الراعي ده كان ملتوق ده من الثقات يعني انه في يوم من الايام راح اشتغل في فرقة حياة صبري زوجة سيد دروي سيد دروي لا يمكن يقول محمد إدريس ده إلا إذا كان بالفعل سيد دروي اتجوز حياة صبري يعني المعلومات مشتتة وبتجمع بالصدفة بتجمع بجهد عنيف بييجي بقى الدكتور محمود أحمد الحفني بيقول إن حياة صبري سيد دروي سيد دروي اتجوزها لمدة 36 ساعة وجاب ما كانش فيه جواز زي اللي موجود عندنا دلوقتي مأزون وبتاع أنا كلنا نعلم عاجات مثلا أشبه بالعرفي شوي مش العرفي هو كان لابد أن يكون حد من أهله وحد من أهلها وإحنا فاكرين كلنا الأزمة اللي حصلت بين أم كلسوم وأحد الناس اللي ادعى أنها مراته ولما جه قدام القاضي قال له مين فينا اللي عنده ورق يثبت أنه دي مراته يعني كلنا أنا أتذكر هذه الحادثة لكن فيه لغز فيه لغز ما زال لغزا أن حياة صبري اللي شهدت من أهل سيد درويش على جوازها من الشيخ سيد درويش كان ادخالته السيدة لبيبة السيدة لبيبة كان بتخاف من أختها جدا السيدة ملوك اللي هي أم سيد درويش وهو نفسه ما كانش بيرفض لها طلب فأول ما شهدت على جواز سيد درويش راحت جريت على أختها وقالت لها ده تجوز فأختها قالت لها رجل على رجل جدا لازم يسيبها الحياة الخاصة بي كلها تفاصيل فيها تفاصيل القهرة واسكندرية وقسر العمر سواء العمر الطبيعي أو العمر الفني ممكن يكون عمل اللخبطة دي عمل اللخبطة لأنه كمان مش معروف حياته الشخصية ما هيش معروفة حتى عند أهله لأنه سافر الشام حوالي أربع خمس سنين وبعد كده كان بر على طول في الموالد والمنشد وكان مقرئ ويعني حياته اللي احنا نعرفها بس هي محصورة في الست سنين من سنة 1917 لـ 1923 حقي العرض بكل تفاصيله عايزين بقى نتكلم عنه في الوقت المتبقلين سواء في أداء الممثلين أو حتى فكرة الديكور أو الإضاءة أو الإخراج المسرحي هو الديكور بطل رئيس بطل مهم جدا في العرض في الرواية لأنه ديكور ضخم جدا كان عندك 18 مشهد المسرحية 18 مشهد معمول لها سبع مناظر ما بين بيت سيد درويش وحارة كومي الدكة أو منطقة كومي الدكة والشام فالمناظر كانت ضخمة جدا نظرا لضخامة المسرح والإدارة المسرحية حركت الديكور بشكل رائع يحسب لمهندس الدكور وللمخرج كان في عمق المسرح في شاشة سينما بمتوازية مع ديكور المسرح مع ديكور المسرح والحكاية والرواية النص نفسه أروع ما في العرض فعلا كان الأستاذة لقاء سويدان وكان ميده عادل لقاء سويدان أدهشت طبعا جمهورها بأنها أثبتت في هذا العرض أنا أتصور أنها كانت أعلانة احتزالها وبعد كده رجعت بسيد درويش رجعت بسيد درويش فنانة شاملة استعرضية أنا كنت بشوفها فقط كممثلة في الدراما في التلفزيون لكن اكتشفت أنها ممثلة منضبطة استعرضية بشكل منضبط وفي حاجة كمان بالنسبة لقاء سويدان أنها غيارت من الصورة الزهنية عند العالمة خلت العالمة أدت دور العالمة بشكل فيه رقي شوية عن الصورة الزهنية اللي في 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 زهن المتلقي أو في زهن المتفرج عن العالمة في الأفلام هل ده اكتهد شخصي منها ولا أعتقد المكتهاد أعتقد المكتهاد بالاتفاق مع المخرج ولكنها أدت دور العالمة بشكل راقي ومحترم بعيدا عن الصورة الزهنية النمطية والهل ده لازم يتناسب مع جمهور المصرح بالزبط لأن جمهور المصرح هو جمهور عيلة جمهور عائلة أنت بتبقى واخد أولادك بناتك وكده ميدو عادل طاقة كامنة رائعة بصراحة ساعتين ونص من الرقص والغناء والتمثيل المتواصل حيوية رائعة يعني ميدو عادل أنا شفت فيه الشاب يستحق أن يكون هو سيد درويش على خشبة المصرح صح في عندنا الأستاذ سيد جبر كوميديان من الطراز الأول أنا متحكتش من زمان قد متحكت من على وإيه كوميديا الكوميديا الشيك راقي الكوميديا الراقية اللي فيها خروج ولا فيها اسفاف هو بمجرد ما كان بيطلع على المصرح بعد كده كنا احنا بنبتسم وبعدين لما بيقول إفه أو حاجة بنضج بالضحك هو ليه حضوره ورضه ليه حضوره طبعا طبعا وهو كان هايل ورائع الأستاذة اللي قامت اللي هي راشا الأستاذة راشا السامي اللي قامت بدور حياة صبري قدت الدور بانضباط شديد جدا وفي إطار إطار الحدود اللي مرسومة لها في قصة حياة صبري أنا باعتبر أن الموسيقى والألحان اللي هي كانت متنفرة يعني فيها أغاني من سنة سبعتاشر أغاني من سنة خمستاشر أغاني من سنة تسعتاشر أن يربطهم الأستاذ الساد إبراهيم في نص من أصعب في نون الكتابة أن أنت تربط مجموعة من الأغاني اللي مش متربطة بنص يحاول يربطهم مع بعض فأنا أعتقد أن اختيار الأغاني كان اختيار موفق جدا ربط الأغاني بعضها ببعض في نص يحكي برمزية عن حياة فنان الشعب سيد درويش كان شيء ذاكي جدا المخرج يستحق كل تقدير واحترام لأنه كلنا تصورنا في نهاية العرض أن العرض سينتهي عند وفاة فنان الشعب سيد درويش لكن فجئنا أن بعد ما مات سيد درويش والناس استقبلت سعز الزغلول في نص ساعة بعد كده رأسه هنا باللبس بتاعنا الحالي عمل إيه رمزية الزغل لا ده عمل عمل شيء ورؤية من أرواع ما يكون شاشة السينما اللي موجودة في عمق المصرح أول ما أعلن عن وفاة سيد درويش بدأت الشاشة تستعرض عالم مصر من أيام الملكية في تطوره لحد النهاردة وتطور النشيد الوطني بطبيعة لا هو العالم والعالم هو كان نازل على استقبال سعز الزغلول وهو غير العالم من الملكية اللي هو العالم الأخضر والأحمر وبعدين الجمهورية العربية المتحدة إلى العالم اللي احنا فيه الآن وعاديين في مصرح البلون بيقول بعبارة بسيطة جدا أن الأمم تتغير وتتطور والعالم يتغير ويتطور والزمن يتعاقب ولكن سيد درويش خالدا بموسيقى فطلع علينا بقى بالاستعرضات الحية أغاني سيد درويش بشكلها العصري بشكلها الجديد فدي نقطة بصراحة بتوزيع مختلف بقى التوزيع كان رائع التوزيع الموسيقي كان رائع وكان بطل من أبطال العرض أنا بشكر بجد مخرج العرض وكل القائمين على العرض وإعادة إنارة مسرح الاستعراضي في مصر لأن ده جعلنا نشعر بالتفاقل الجميع الإقبالي الجماهيري شكله ياسس موحي كامل العدد كامل العدد كامل العدد رغم أن مسرح البلون مسرح كبير جدا كامل العدد وأسعدني جدا أن أنا كنت نصارح أروح ألاقي صفين ثلاثة لأن المسرح الاستعراضي كنت متصور أني مش هيبقى عليه إقبال وسعدت أن أنا لحقت لي تذكرة في 25% اللي هم بيحطوها في المسرح والمسرح ما يتميليش كله أنا وزارة الثقافة عاملة 25% 25% 25% فالحمد لله كان كامل العدد وأسعدني الحظ أن أنا حضرت هل ياسس موحي ضعف الإنتاج السينمائي الحالي ساهم في أن المسرح ينتعش مرة تانية إحنا نرجو نعرفين طبعا اللي الكورونا أثرت بشكل كبير على صناعة السينمائي هل دا كان ليه مردود على المسرح النزلس النهاردة النهاردة وإحنا في هذا البرنامج الآن أصبح اتصق في المسرح أكتر من ثقاتها في السينما لأنه هي الشكل المباشر بين الفنان والعائلة المصرية اللي بتتفرج عليه بتفرض عليه العرف الأخلاقي اللي هو المتبادل ما بين الفنان وما بين المتفرج أما في السينما فالوضع الحالي بالنسبة للسينما الناس بقت تفاجأ بأشياء تعاليتها تفقد جزء من الثقة جزء من الثقة لكن المسرح ابتدى يستعيد ثقة الكاملة أمام المتفرج وده مصرح الدولة وده مصرح الدولة اللي كان في فترة من الفترات بعد إلى حد ما وأروع من المصرح أمام المصرح التجاري ده أروع من المصرح التجاري مصروف على هذا العرض كما لو كان مصرحا تجاريا مصروف لم يبخل عليه بشيء ديكور شيء مدهش الإضاءة شيء مدهش الإدارة المصرحية محسسوناش أنه فيه تغيير ديكورات ومحسسوناش أنه فيه أزمة على المصرح لا ده فيه حركة مستمرة وفيه تفاؤل مستمرة فيه نور أنت قاعد وسط شعلة نور بدأ بيها المصرح الاستعراضي وبنقول يا رب يستمر على طول لأنه كان من الحاجات اللي كانت بتحزن أحيانا أن فيه بعض العروض الفوق رائعة كانت بتعرض على مصرح الدولة ولم تصور ولم تدع تلفزيونيا وكأنه تاريخ مش موجود أنا بأمل أن هذه العروض تصور وتدعى أنت هنا فكرتني والشيء بالشيء يذكر بتقديرنا العظيم لأستاذ مجد مجاهد على مصرح البالون لما أدم أوبريت العشر الطيبة وأصر على أنه يتصور والنهاردة الأستاذ الفنان القدير الأستاذ مجد مجاهد سنة 82 أصر على تصوير هذا العرض من إخراجه من إخراجه على المصرح لايف ويعتبر النهاردة العشر الطيبة اللي أخرجها الفنان القدير مجد مجاهد سنة 82 بمرور 90 سنة على ميلاد سيد درويش أحد أهم عشر مصرحيات في المئة سنة دي طب يا رب نتعلم من التجارب يعني واللي عملها برضو مصرح البلون العملتها برضو فرقة الفنون الاستعرضية سنة 82 ليه ما نكررهاش النهاردة إذا كان اللي عملته سنة 82 على يد الفنان القدير مجد مجاهد بيعتبر النهاردة أحد أعظم عشر نصوص طب ليه ده عرض كويس ده عرض جيد ده عرض يستحق كل تقدير مبزول فيه مجهود رائع نرجو من وزارة الثقافة والوزيرة يعني من الوزيرات الدكتورة إيناس سعدان المجتهدات جدا جدا إنها تنظر بعين التصوير لهذه العروض اللي بنعتبرها فرص علشان الجيل الجديد يا رب